أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي مديرا عاما للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وكيل وزارة وتعيين كل من سعادة إبراهيم عبداللطيف أحمد الموسى مديرا تنفيذيا لقطاع الخدمات المساندة بدرجة وكيل وزارة مساعدة وسعادة محمد علي محمد الظهوري مديرا تنفيذيا لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام بدرجة وكيل وزارة مساعدة